أعلن المساد أنه تسلم من الوسطاء اليوم الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح صفقة التبادل وأنهم يقومون بدراسته للمزيد من التفاصيل معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد الدراوش أهلا بك أحمد هل هناك مزيد من التفاصيل حول إعلان المساد خاصة أن هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن حماس أضافت بند جديد يتعلق بالانسحاب انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فلدلفيا كل ما ذكرته هيئة البثة الرسمية كان قبل إعلان المساد بشكل رسمي عن استلام رد حركة حماس وأنه يقوم بدراست هذا الرد خلال الفترة المكملة لكن من غير الواضح على ماذا ردت حماس هل ردت على المقترح الإسرائيلي الذي ردت عليه سابقا أو ردت على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن أو أنها ردت على تعديلات ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قطر أجرتها واقترحتها على حركة حماس خلال الفترة الماضية طبيعة ما ردت عليه حركة حماس حتى الآن غير واضح البيان الذي صدر عن المساد وعممته رئاسة الوزراء الإسرائيلية كان مقتضبا بشكل كبير جدا لا يتطرق إلى تفاصيل هذا الرد واللافت هذه المرة أن المساد أن إعلان الاستلام جاء من قبل المساد برسالة موضوعية تتحدث عن أمور تقنية عن استلام الرد ودراسة الرد علما بأن المرة السابقة التي استلمت فيها إسرائيل لرد حركة حماس سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتالياهو إلا الحكم على هذا الرد بأنه رفض للمقترح الإسرائيلي أو رفض لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن ما أثار غضبا حينها في إسرائيل بالتالي ربما تكون تعلمت إسرائيل من تلك الأخطاء وتكتفي اليوم برد مقتضب عن رئيس المساد أو عن جهاز المساد يتحدث عن أمور تقنية وهي استلام الرد ودراسة الرد كانت إسرائيل استبقت هذا الرد وهذا الإعلان بالإعلان عن جملة من الأمور تقول إن حركة حماس طلبتها الأمر الذي أضافته حركة حماس مؤخرا هو انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محور فلادلفيا طبعا منذ بداية هذه الحرب وحركة حماس تطالب بالانسحاب الشامل من قطاع غزة عندما ردت في المرة السابقة لم يكن الاحتلال الإسرائيلي قد احتل محور فلادلفيا بالتالي أضافت هذا الأمر الذي يأتي ضمن عنوان عام هو انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل عام خلال الفترة المقبلة مع تطبيق وقف إطلاق النار لكن القضايا العالقة لا تزال هي هي وهي تتعلق بأمرين الأمر الأول هو مسألة إنهاء الحرب على قطاع غزة وهنا التعنت الأساسي من الاحتلال الإسرائيلي تحديدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو الذي يرفض أي إنهاء للحرب حركة حماس تطالب بأن لا يعاود الاحتلال الإسرائيلي شن أي حرب على القطاع أو إعارة تجديد النار على قطاع غزة بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى علما بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو كان قد صرح قبل أكثر من أسبوع للقناة الرابعة عشر الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي أو أنه بشكل شخصي معني بصفقة جزئية وأنه بعد تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل سيعود للحرب على قطاع غزة يمكن الافتراض أيضا أن حركة حماس تطرقت لهذا الأمر وهي تطارب أصلا منذ مدة بضمانات من دول عدة بأن لا يعاود الاحتلال الإسرائيلي شن حربه على قطاع غزة بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى حتى الآن مصدر في إسرائيل مقتضب بشكل كبير جدا لكن إسرائيل أيضا أو وسائل إعلام إسرائيلية مثل القناة الثانية عشر الإسرائيلية كشفت عن خلافات داخل القيادة الإسرائيلية تتعلق بهذه المفاوضات خصوصا بين وزير الأمن وأفغالن ورئيس جهاز الموساد شكرا أحمد على كل هذه المعلومات أحمد دروشة من القدس